تتواصل لليوم الثالث على توالي عمليات البحث عن آلاف المفقودين في الشرق الليبي وذلك عقب الإعصار دانيال الذي ضرب المنطقة حيث أعلنت السلطات الليبية وفاة 5300 شخص على الأقل بينما يتواصل جسر جوي من المساعدات الدولية إلى ليبيا أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 10 ملايين دولار لدعم المتضررين كارثة واسعة النطاق ألمت بليبيا لا سيما في مدينة درنة التي تواصل حصر أعداد الضحايا من الوفيات والمصابين وباتت شبه مدمرة بفعل الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال الإعصار المدمر دانيال زاد من وطأته انفجار سدود المياه في درنة بعد أن ضرب المدينة لتتدفق المياه في المنطقة بكاملها جارفة معها الأبنية وكل من بداخلها إلى حد إعلان اتحاد جمعيات الهلال الأحمر والصريب الأحمر عن فقدان ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وهو ضعف العدد الذي أعلنت عنه أجهزة الطواري المحلية بشأن المفقودين ووسط حالة من عدم اليقين بشأن أعداد الضحايا بسبب استمرار محاولات تنفيذ عمليات الإنقاذ ودعم المناطق المنكوبة بما تحتاجه من مؤن ومعدات تزداد الأوضاع في درنة مأساوية مع تسبب استجول في انهيار معظم الجسور الرئيسية وهو ما زاد من صعوبة الوصول للمدينة الواقعة بين عدد من التلال وفيما يتفاقم القلق الدولي حيال الكارثة قدمت دول عدة مساعدات عاجلة إلى ليبيا وكانت مصر في المقدمة إذ أرسلت ثلاث طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر وإضافة إلى مصر يتواصل جسر جوي من المساعدات من دول أخرى من بينها الجزائر وتونس وقطر وتركيا وإيطاليا وفرنسا بينما أعلنت الأمم المتحدة تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم متضرر الفيضانات في ليبيا